اشتركوا في القناة المركز كأولى امرأة لبنانية بتشارك بتقديم دورات فيما خاص البروتوكول والاتيكات أهلا وسهلا فيك دكتور ريم أهلا وسهلا فيك مرسيلك على المقدمة وبشكر مركز بيلر كمان على اتحتنا أن نشارك بهذه النوع من المؤتمرات لإضافة اشياء كتير جديدة على تلمية الشخصية للأفراد دكتور ريم حضرتك دكتور بالانتروبولوجيا خبرينا كيف قدرت توصف هذا الاختصاص الانتروبولوجيا والدورات اللي عم تقومي حضرتك فيها بخير نحكي شوي بس على المسار المهني والتالي العلمي لإلي بالانتروبولوجيا هي كان دائما بتضيق على عادات وتقاليد المجتمعات على الشخصيات على الثقافة اللي بتشكل هوية الإنسان بعض العادات والتقاليد المجتمعات يعني أنا كأفرفة لتفوت على مجتمع جديد كنت صعب تقدر تتعامل معهم من منطلق ثقافتي اللي بتختلف عن ثقافة الآخر هيدا شي طبعا بعد دراساتنا الميدانية ودراسة الشخصيات والنظرات اكتشفنا أنه هيدا الإنسان لازم تنفهم ثقافته قبل ما نفوت بالتعامل معه بعدين عملت مستشار دبلوماسي بمركز القاهرة الإقليمي تعلمت من خلاله الوساطة والتحكيم الدولي والإتكات والبروتوكول فأنا من كوني أنتروبولوجيا شفت أنه في أهمية ندمج ما بين القواعد الإتكات والبروتوكول مع الثقافة الشخصية أو ثقافة الإنسان لأنه هدف البروتوكول الدولي بالأسس لمنحط هو وجود وسيلة تمنع الصدام مع ثقافات تانية بمعنى أنه تخصص للسفرات أنه سفير ما إذا واجه سفير تاني يحطوا إتكات لقواعد السلوك بحيث بيصير فيه أي اختلاف أو سوء فيهم تؤدي إلى حروب مقاطعات لأنه لحنا اليوم بعصر انفتاح وعصر حداث ومفتحة الشعوب لم تقتصر على الدبلوماسيين صارت عم تقتصر على رجال أعماء على المهنيين على الناس بشكل عام فلقات أصبت طريقة أنه نحط نحن نعلم الناس فهم الثقافات التانية بس بدك تتعامل معها يعني إذا أنت عندك مقابلة مع شخص لازم تفهم ثقافته ومن هون صارت أهمية هذه الدورة اللي كانت الأولى من نوعا بشكل عام أطلقناها بمركز في كتير دورات اليوم عم بتصير يعني شو اللي جديد اللي حضرتكن انتو فيه على غرار دورات اللي عم بتصير اللي عم بيصير هلأ حيز عليه كتير مني أنه الاتيكات اللي عم بتعلمه فقط عم بيقتصر عشاوك وسكينة قعدتي عملتي سويتي عم بيعملوا دورة يوم يومين أو عم بيفوتوا على اليوتيوب عم بيتعلموا عم بيمارسوها غلط لأنه فيه ثقافات ما بتحمل أنك انت تمارس الاتيكات الاتيكات إلو مثل ما مرة سابق وحكينا بمؤاملة باعك الاتيكات إلو مجتمع خاص مجتمع الطبقات الراقية للتعامل معه أداب السلوك موجودة بكل المجتمع بكل لفل بمجتمع لازم تقابليه ااتيكات يعني لفل وان إلو ااتيكات لفل تو إلو ااتيكات لفل ثري إلو الاتيكات تبعه الجديد بهذه الدورة أنه هو أطلق هذه الدورة للقناص الوقت الدبلوماسيين المتواجدين بتركيا لتدريبهم على كيفية بناء القدرات وكيفية التعامل مع الشخصيات الغريبة اللي عم بتفوت لعندهم على السفرات بمعنى إسطنبول وتركيا فيها كتير شخصيات فيها كتير عرب فيها كتير ثقافات مختلفة عم بتوجهوا على السفرات الناس بطبيعة الحال الموظفين عم بتصير فيه شوية كيف بدأ إليك ما عم بيعرفوا يتصرفوا مع هيدول الناس مش من قلة معرفة منهم ولكن لعدم إدراك ثقافة الآخر يعني يمكن يفوت واحد صوته عالي يعتقد أنه هيدا عم بيصرخ بيكون ثقافة بلاده ريتم طبعه بيحكوا بصوت عالي مثل لبنانية بس نفوت بنحكي بصوت عالي أو الإيطالية بيحكوا بصوت عالي فيه ناس بتحكي بصوت هادئ يعني أنه لأ عالي صوتك ما عم بيسمعك كذا فصار في تمرين عقليات توظيف الثقافة في محلات معينة لإكتساب خبرة الشخصيات التانية هدف الإنفتاح على الآخر فهم الآخر فهم أنهم مفتحين ولكن أسلوب التعامل مع الآخر أحيانا عم يصير فيه احتكاك عرفتيا أنه إحنا بدنا نستوعب كموظفين قناصل أو علاقات خارجية ما يحس بغربي من خلال الإنفتاح وخاصة أنه اليوم دكتور ريم أنه إحنا اليوم مثل ما قلت منفتحين على العالم الخارجي فلازم يكون فيه لغة عالمية اللي هي هذه الاتيكات لفهم الآخر أيوها هي هذا بالضبط اللي بننصيب علي أنه أنت اليوم لما تكوني بمحل معين بتفوت الناس بتقولي إيه لك هيدا كيف تصرف هو مش هو تصرف غلط أو ما في طبق الدنيا ما في دنياوية هو الفكرة أنه جاي من المجتمع قد يكون ثقافته مغيرة لثقافتي إعاداته مغيرة لعاداتك فلو أنتو توحدوا دورة تدعو إلى توحيد هذه السلوكيات أو فهم فهم الآخر والاندماج مع الآخر فهم السلوكيات الأخرى بتوفر كتير عليك مشاكل بتوفر عليك أول شي بيصير في الدبلوماسي بالعلاقة بيصير في سلاسل الحوار بيصير في سلام بيبطل في هذا الاحتكاك أنه فاتلة عندي ما بقى فتصرف معه ما بقى فش عم بفكر شوفي براسه فطبعا لأنه دائما الموظفين بالدولة هن لازم يستوعبوا الناس اللي بتفوت لعندهم مش اللي فاتلة عندك هو إنسان يعني يجاي دخيل على مركزك أنت كموظفة دولة أنت لازم تفهم هذه الثقافات فالحمد الله هذه الدورة كتير لقت نجاح بتركيا ولقت صدى بين السفراء والقناص قبل دكتور ريم قبل ما نحكي عن الأصداء الإيجابية لعرفنا أنه عنده أصداء إيجابية مهمة هذه الدورة خلينا نحكي عن هالدورة بالضبط شو كانت بتتضمن منك من الموجودين وشو أبرز المواضيع اللي طرحت هلأ هيدا المركز طرح كذا مواضيع عطى عن التعليم والتربية وعطى عن بعلم نفس الأنماط الشخصيات اللي احنا تقريبا بتكتولي كانت دوراتنا الثلاثة هي متكاملة نعم مع بعض طبعا الأنماط الشخصية كانت اخصصت فيها الدكتورة مريم اللي حكيت كتير عن كراءة الشخصيات الثانية والدكتور نبيل حكى عن أليات التعليم الرقمي المركز بيلر أهميته أنه هو دائما بضيء على مواضيع جديدة مواضيع مش مطروحة بفتش على شو نقص هيدا المجتمع على اللي احنا ننميه طبعا لحنا أنا والدكتورة نيربين رئيسة المركز عطول في تواصل أنه شو بدنا نعمل إشه جديدة نقدر نستفيد بتحسين سلوك الأفراد بتحسين سلوك الأشخاص بالوزارات بتحسين سلوك رجال الأعمال وأنا كمان بدي أشيط بشغلي أنه هذه الدورة عطيتها لرجال الأعمال كأنا مستشارة بشركة بناكل بمصر للاستشارات والتدريب كمان قمت بهذا النوع بمصر بتدريب رجال الأعمال على كيفية التعامل مع رجال أعمال بمختلف دول تانية يعني هل من تقتصر فقط على على قناص الأو دبلاميسيين بس إلى توجه تاني بنفس الكور ولكن بمنطق تاني بقراءة ثقافات تانية بقراءة حركات تانية كيف تفكر يعني أكتر شيء أنا بركز عليه طبعا بشغل الشخصي اللي هو فريد من نوعه بحسب شهادة كتير يعني من الرجال الأعمال أو الدبلوماسيين أو السياسيين اللي أنا بتعاطى معهم سواء أجل عندي نواب من العراق أو من برا أنه بشتغل على إدارة العقل إدارة العقل البناء الفكري الثقة الوعي المفردات كيف يشتغلوا عليها إذا حد حكى كلمة كيف لازم يفسرها مبادئ التفاوض مبادئ التعامل هاي دي كلها بتفوت بالإيتيكات أدبات سوليكيات التعامل عرفتشو قصدي يعني هو أدب السوليكيات موضوع كتير صعب كتير عميق عشان هيك احنا منشوف بسويسرا بيفوت الولد ابن ثلاثة سنين بيطلع ابن أربعين خالص مش متل هلأ مثلا لازم تقل شوكة سكينة أنا أحيانا بيقول لهم أنا بالهيئات القنصلية إذا فطن عزمته دعوته على على حفلة قومية أو حفلة سفارة ولكن حفلة السفارة عاملة لإحتفال شعبي ما في أم أنا أجيب شوكة سكينة لأنه أنا تعلمت الإيتيكات بدي شوف أقرأ قبل بدي أقرأ قبل قراءة هاي دي المجتمع آخر واحد ببلش لأقرأ هاي دي بقرة الطاولة بقرة الصحون بقرة اللبس بدي أقرأ الشتير أقرأ أنتو الأنتروبولوجي بالإيتيكات أنه فعلاً اتفعلت وتوظفت وكان إلي أنا كتير تشجيع من دكاترتي حلو أن نستفيد من اختصاصاتنا ونحن نغير فيها ونحن نتدع إشياء فيها ونطور فيها فعلاً أنا دكاترتي بالجامعة لدكتورة مها كيال بشكرة والدكتورة علي البزي كتير أطرأوا أنه أنت تخصصك هو أصلاً بيفوت بالثقافة الشعبية لأنه هدفنا نحن بالأساس نحافظ على الثقافة والهوية نعم ولكن مع الحضارة كمان في عنا أدبيات بالحياة لازم نمارسها فلحنا هون صار عنا بين التوازن بين الثقافة الشعبية واحترامة وبين التقاليد اللي بيفرضوا البروتوكول الدولي وخاصة للدبلوماسيين يفرضوا تغير المجتمع بالمجتمع طبعاً دكتورة ريم حسب أفهمت منك أنه لكل مجال عمل دورات تدريبية خاصة فيه يعني مش بس للدبلوماسيين وإنما لسوق العمل أي سوق عمل حدثتك ذكرتي مجموعة مفردات ومفاهيم مهمة هل هذه المفاهيم تتغير بحسب المجموعة اللي أنت عبدالدربية؟ طبعاً حسب القدرات الفكرية يعني أنا هلا إن شاء الله عندي بمصر بنا فوت على المدارس لتأهيل الطلاب المهارات الطلاب بنفس الشيء اللي هو تحت عنوان image personal branding أنا كيف بقدر خلي الأشخاص يحطوا علامتهم الشخصية مقيموا حالاً يعطوا علامة أنه أنا بشو تميزت يعني اليوم بتعرفي كتير طلاب بتعلموا وصلوا لجامعات عندهم زكا عندهم يمكن مستويهم المادة بيسمحلوا نتعلموا لغات ولكن إذا ما عرف وين يحط البصمة تعتوا أنه أنا المميز عن غيري لأنه يمكن أنت عندك بحسب بورديو بتعرفي أنه هو قسم المدارس لطبقات مهنيات الطبقة الأولى الطبقة الثانية حتى بالطبقة الأولى هيدا الشخص إذا ما ميز حاله بالشيء الاختيار بالجامعات بيصير صعب أو بالشغل فدايما هو لازم يحط البصمة فاليوم بدنا نشتغل عليه هيدول الطلاب كيف يخلقوا كيف يفهموا أول شيء ثقافة بلدهم ثقافة الجامعة ثقافة الشغل اللي فيتيني عليها اللي هي ثقافة المؤسسات ما يحط كتير طموح أنه أنا بدي يفوت مدير أنا لأ بدي يفهم أنه في شيء مراحل في شيء مفهوم تطور وفي مفهوم التقدم لا يوصلت للترقي بدي يفهم أنه في شيء اسمه استراتيجيات بالعمل هيدا اليوم إن شاء الله هنشتغل عليها بمصر لبعض المدارس اللي هني فعلا كتير طلبوا أنه نحن مدارسنا عم تعطي كفاءات علم لغات كل شيء ولكن تنقصنا التنمية الشخصية توجيه صح يعني ما يكون كتير مجتمع تيك توك ما يكون مجتمع يوتيوب مجتمع أليسة لا هذا الشخص صار لازم يطلع ويعمل شخصيته اللي سابتي معه وإن شاء الله حيكون عندنا تجربة أكيد هيدا الكور اللي هو أنا عطولي بسميه ثري بي نعم ثري بي هيدا بيتعامل حسب البيوتري والبريين الثري بي هيدا مشروع المستقبل إلي ألكم إحنا مش ناله هو مش يعلي هيدا الكور بيمشي مع كل الدورات اللي عملتها قبل ولبعدين بس هو بحسب السؤال بيتكيف مع كل بيتكيف مع كل الدورات اللي بدي أعطيها بحسب المجموعات المطلوبة ولكن أنا بغير بالمضمون حسب الناس اللي قدامي يعني هيدا الكور هو واحد ولكن أحيانا بركز أنه كموزيعات مثلا أكتر يشتغلوا على الخطاب يشتغلوا على اللبس يشتغلوا على الستايل على البادي لانجويتش أكتر ما بيهموا إدارة العقل يعني المعلمات أو رجال الأعمال أو الدبلوماسيين بيهتموا بالوعي والثقة والخطاب والقيادة أكتر ما طبعا كله حياخد مظهر أتيكت ولكن في شي بيكون مثلا 135 دقيقة في شي بيكون 20 دقيقة في شي بيكون عشر دقائية في أحيانا بتكون للطلاب لا بدني ركزوا على الشخصية كاملة مكملة ما في قسمة ولكن هنا تحت عنوان ثري بين بيوتي بيهيفير أند بيوتي حلو حلو هيدا التصنيف وهيدا التقسيم اللي حضرتكم عم بتقوموا فيه دكتور ريم قديم هم هايك دورات في بيظل هيدا الاشتياح اليوم الثقافي إذا قلنا والعولمة ومفاعلة وتداعياتها اللي عم نعيشها اليوم كل يوم هي اليوم أهم من قبل نعم اليوم أهم من قبل لأنه اليوم صار في شي عم بيفوت جرسيم يعني عم بتفوت معايير كتير على شخصيتنا أنا مش معا أنه صح أو غلط بس عم تنفهم غلط عم بتترجم غلط كتير ناس عم تنبذ الأصول بالحياة وعم بتعمل عم توقع يعني عم بتفوت بفترات بمراحل معينة بالحياة بالكريير تبعتها وفجأة عم تقشط لأنه ما عم تقدر تحط باز أساسي بدأت تفهم أنه بكل الشغل بكل الدورات بكل شي فيه ثلاث مراحل باتمرق فيهن هو فعلا البروتوكول الدولي نص عليهم هو أساساً اللي نرجع على البروتوكول الدولي اللي هو نص عليهم هي قواعد الاتيكات لما تفهم قواعد الاتيكات بيقلك أنه البناء المعرفة واسلوب التصرف والمظهر الخارجي بيتكامل ولكن الفرق اليوم بالحداثة أنه ستايل اللبس تغير يعني البروتوكول يقلك مسلا كان لازم تلبسي طيور ألوان جامدة كحلة البيضة أميس أبيض لا اليوم صارت الفرق أنه بالستايل أنا فيه اللبس ستايل جديد ولكن بيحترم هيدا المكان يعني ما فيه أنا فوت لمعا سفارة لبسي بس أنه عشان الفاشن بسيق أو شورت تفرد بيزوئه لا لا طبعا لأنه حتة اللبس إلو قواعد حتة اليوم الستايل اللبس إلو قواعد مهمة وين بدك تلبسين بتماشي احتياجات المجتمع أه اللون الألوان وين بدك تكون بالمؤتمرات ما فيك تلبس كتير اكسسوار واحد عم بيحكي بيصير طلع أصوات أو شعر أنه أنت راح تتعرض بالأبحاث بالمؤتمرات العلمية اللي أنا بعملها بالإتيكات راح تتعرض فكرة لازم أنت تكوني إنساني سام مريحة للنظر ولكن لازم يركزوا على شو عم تحكي مش أنت شو لابسي عرفت شو قصدي لكل مقام المقال يعني هيدا بالضبط دكتور ريم كيف كانت الأصداء على هيدا الدورات بتركيا صراحة من بعد الدورة اللي عملناها وبشكر السفيرة سفيرة فلسطين بتركيا سيدة هناء على المبادرات اللي عملها وسفير السودان ومستشارة أردوغان برئيسة مركز أمرة بعتزق ننسيت اسمها كتير قدموا دعم لهيدا الدورات حتى أنه مضيوا معها صار المركز مضي مع ألسكوا مع عجبات الدول العربية وسيدة نيلين صارت أحد أعضاء الأمم المتحدة وإن شاء الله لدينا بعض لقاءات مع رجال أعمال عم نوسع يعني جوهم عروضات طبعا هذه سريطة المركز ولكن الحمد لله عم بيجينا عروضات من دول كتير في أكبال طبعا أنه لحنا هذه الدورات هي مش موجودة من أن نطلع عليها يعني كتير يعني عم بتحطة يعني صاروا عم بتطرحوا بد المواضيع يعني احنا المركز ما بيعطي مدى صار بدي يبتكرة لأنه المركز فعلا فعلا مركز بيلر كتير اشتغل على هذا هو دوره أنه يتماشى مع احتياجات الفرد يعني شو بدهم بيأمنوا طبعا لأنه عندهم لأنه هني عم بيعملوا اعتمادات وشركات يعني حتة بالإضافة للأصداء مضى المركز مع كتير اعتمادات وجامعات صاروا السقة أنه عم بيعطونا الاعتمادات أنه أنتو مركز بيلر عم بتعملوا إشا جديدة عم بتطوروا المجتمع والثقافة جامعات صلنا بالإرسكو ويعني ما شاء الله لا الحمد لله فعلا يعني طبعا بالإضافة لجهود الزملاء الدكتورة مريم والدكتور نيرم بس احنا بشكل عام عم نحكي عن دوره اللي هي فريدة من النوع الاتيكات والبرتوكول الدولي دكتور ريم دكتورة أبو الأنتروبولوجيا نحنا متشكرك لحضورك معنا ونحنا منشد على إيديك وأكيد فخرين فيك منتمنى لك دوام التوفيق والاستمرارية باللي عم تعملوه وأكيد شي مشرف ويارد هيك نحنا كمان يعني ديروا وجقنا على لبنان ونحنا كمان تعملونا هيك دورات بلبنان نحنا كمان بحاجل هيك دورات وخاصة هالأزمة التربوية اللي نعم نقوم فيها ويمكن خارج إطار الأكاديمية والجامعات هذا الشيء كمان مريح أكتر وقته قليل أكتر وأكيد نحنا بحاجل له أكتر نحنا متمنى لك للتوفيق دكتور ريم وأكيد بيساعدنا أنه نجاح نستقبلك مرة تانية بمواضيع أكتر بتهم الناس ايه وأنا كمان فعلا أنا هلعب أسس لمؤسسة بلبنان اللي عم نحاول أنه نطرح لأنه الجامعات فعلا غير كافية لتنمية الشخصية لأنه طبعا اليوم الدورات التدريبية اللي كتير كتير صار لازم يكون تتوجه للشخص لتنمية الشخص مش بس مجرد دورات لناخد مصاري أو نفتح مراكز فيها وأنا بتمنى أنه لبنان والقناصل في لبنان والسفرات في لبنان يعني أنه هيدا النوع من الدورات لأنه هي فعلا أنا بشهادة المتدربين اللي كانوا معي كتير استفادوا لقيت رواج من أول يوم تاني يوم قالت السفيرة أنا حسيت الكادر السفرات كلها تغيرت القنصيات لحضرت معنا فعلا تغري مع ظلنا أنه الحمد لله الحمد لله وإن شاء الله بكوننا لقاءات إن شاء الله دكتور ريم إن شاء الله هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لأختام حلقتنا اشتركوا في القناة